بحضور سعادة خول عبد الرحمن الملة رئيس المجلس الاستشاري عقد المجلس ضمن أعماله لدور العقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع جلسته التاسعة بمقره في مدينة الشارقة حيث تمت مناقشة سياسة دائرة الأوقاف تلمية استثمارات الوقف الخيري في إمارة الشارقة كان من بين الموضوعات التي تطرقت لها الجلسة التاسعة من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة التي خصصت لمناقشة سياسة دائرة الأوقاف بالإمارة وذلك بحضور سعادة خول عبد الرحمن الملة رئيس المجلس الاستشاري وسعادة طالب إبراهيم المري المدير العام لدائرة الأوقاف تم التطرق للعديد من الأسئلة من الأعضاء المجلس في كيفية إدارة الوقف خارج الدولة وكيفية إدارته وصيانته ومتابعته ماليا واستثماريا وهل الوقف مجدي خارج الدولة أم المفضل أنه يكون في الدولة من خلاله طرحنا موضوع تطوير الوقف وله المفترض أن يكون في توجه مختلف للوقف يفترض أن يستفاد من أراضي الوقف في إنشاء مدارس خاصة مستشفيات جمعيات تعاونية طرحنا مقترح أيضا في المحلات محلات الوقف في تخصيص محل من المحلات الوقف القريبة من المساجد أن يكون هذا المحل مخصص لبنك الطعام لاستفاد منه من قبل الناس المتعسرين وذوي الدخل المحدود استثارات وأراء مختلفة تم طرحها خلال الجلسة جميعها تصب في تنمية الوقف وتشجيع المحسنين على التبرع لإحيائها بالسنة كما تم تطرق إلى دور دائرة الأوقاف في تنظيم شؤون الوقف بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وتنميتها وتطويرها وصرف ريعها في حدود شروط الواقفين حقيقة برزت جملة من الجوانب الطيبة فيما يتعلق بالدفع بعجلة الوقف إلى الأمام وأيضا الاستثمارات التي طريحت وكانت حقيقة رائعة جدا وهذه كلها تصب في خدمة الوقف وفي خدمة الإمارة يأتي هذا الطرح لتشجيع أهل الخير على إحياء وترسيخ مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها من خلال الوقف إلى جانب مساعدة دائرة الأوقاف على الارتقاء بخدماتها بما يخدم مسيرتها وخاصة في إدارة واستثمار الأموال الوقفية بالشكل الأمثل اهتمام أعضاء وعضوات المجلس بدائرة الأوقاف وبأعمالها بدى واضحا من خلال اهتمام بمناقشاتها والاهتمام بتنمية أدوارها وإدارة استثمار أموال الوقف والمحافظة عليها لأخبار الدار هدى سالم من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وللمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة عبد العزيز النعيمي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أهلا بك معنا حدثنا عن أبرز ما جاء في الجلسة شكرا حقيقة على هذه الاستضافة حقيقة نحن نشكر دائرة الأوقاف على جهودها المتميزة في إدارة هذا الوقف طبعا لهمية ما تتولى هذه الدائرة من أساس شرعي واقتصادي ومن الرؤية طبعا إحياء السنة الوقف هذا الأمر يعني الحمد لله جائما إمارة الشارقة هي من السباقة في هذا الخير وطبعا هذا كله بتوجيهات صاحب السمود والسلطان محمد القاسم تم التطرق إلى عدة نقاط حقيقة جوهرية وجميلة من خلال يعني تم التطرق إلى رؤية الدائرة في نظر من حيث البيئة العمل التي تتحقق من خلالها الأهداف من خلال الموظفين ومهام التي يتبوك لهم كذلك كيف تفعيل دور المواطن في إدارة هذا الوقف لإعطاء كذلك اليوم الواقفين لما يرون أن هناك مؤسسة حكومية تدير هذا الوقف ومثلال أبناء هذه الدولة وأبناء الإمارة هذا يعطي إيجابية أكثر في عملية المتابعة وفي الدعم وفي تحفيزهم لتقديم الكثير من الخير وحقيقة هذا الخير موجود في كل أبناء الشارقة على مستوى الدولة دولة الإمارات وتتم التطرق كذلك للمشاريع الموجودة حاليا الوقف التي تدار على أساس أن يكون إدارة هذه المباني الوقفية أو العقارات الوقفية من خلال الدائرة نفسها ولا يتم إدارتها من مؤسسات خاصة أو مؤسسات خارجية تدير هذه العقارات وتم التطرق كذلك إلى مدى اهتمام الدائرة في عملية كذلك الاستعانة بالخضراء في الاستثمار لأن اليوم إذا نريد أن نستثمر هذا المال في تطوير الوقف الخيري يزيد من الخير على مستوى المجتمع سواء الفقراء والمساعدين والمساعدين وأصحاب الحاجة ودوم مساهمة في المساجد في القرآن في كل هذا صحيح طبعاً دور المؤسسة في تطوير هذا المال ووجود خبراء يديرون هذا العمل وكذلك تم التطرق إلى مدى تعاون الدائرة مع الدوائر والجمعيات والحيئات الخيرية العاملة في الإمارة لجمع التبرعات وكذلك بالوقف ومن جهة الإنفاق من حيث مراكز القرآن من حيث المتواجدين سيد أبد العزيز إلى جانب ما ذكرت ما هي أيضاً الأفكار الاستثمارية التي تدعم الأوقاف بشكل عام؟ والله حفظة تطبق كثير من الأفوان على العضاء في نقاط كثيرة وجوهرية في استثمار الأراضي الموجودة حالياً ومن خلال الواقفين الموجودة في طرحها من خلال بعض المشاريع التي تدعم استثمار من خلال تحفيزهم من حيث الإعلام ونشر هذه اليوم التي تطبقوا لها الأحوان على أساس أنه يكون هناك عمل مشروع وطرحها من خلال الإعلام وطرحها من خلال التواصل الاجتماعي لتحفيز الناس التي تنفق في هذا الشريع للمشاهدة فيها نعم عبد العزيز النعيمي أدركنا الوقت عبد العزيز النعيمي عضو المجلس الاستشار لإمارات الشارقة شكراً لك على هذه الإفادة